اشتركوا في القناة ومفدى حافظه الله لمقاليد الحكم وتلقى جلالته ببرقيات تهنية من كل من الفريق اول ركن اسمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني واسمو الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل واسمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي رفعوا فيها اسماعيات التهاني والتبركات الى جلالة الملك المفدى بهذه الذكرى الوطنية الغالية دعين الباري جلت قدرته ان يعيدها على جلالته بمفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بتحقيق المزيد من التقدم والتطور والنماء في ظل قيادة جلالة الملك كما تلقى حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى برقيات تهنية مماثلة من كل من سمو الشيخ احمد بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان الخليفة رفعوا فيها أطيب التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى بهذه الذكرى الوطنية الغالية سألين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بوافر الصحة والسعادة وعلى شعب مملكة البحرين كل التقدم والزهار